أهلا بكم مشاهدين وفي الفقرة النقاشية نتحدث عن موضوع بغاية الأهمية وهو موضوع الصحة النفسية وأهميتها على الفرد والمجتمع ولكي نكون بصحة جيدة لا يقتصر ذلك على خلو الجسد من الأمراض بل يجب أيضا أن نتمتع بصحة نفسية ولكي نكون صحة نفسيا لا يقتصر ذلك على أن لا نكون مصابين بأمراض نفسية فنحن نشعر بالقلق والتعب والضغط النفسي الشديد نتيجة ظروف الحياة المختلفة والأعباء التي لا تنتهي وكل ذلك يؤثر على حياتنا وصحتنا وقد يكون الحل ذلك بالتأقلم مع هذه الظروف والتكيف أيضا مع الضغوطات المختلفة بحسب منظمة الصحة العالمية هناك واحد من أصل كل أربعة أشخاص حول العالم يعاني من شكل معين من الطرابات الصحية النفسية إلى أن 60% منهم يسعون لطلب المساعدة ويحتفل العالم بالعاشر من أكتوبر في كل عام بيوم الصحة النفسية العالمي لإذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية والغرض منه إجراء مناقشات أكثر فتاحا بشأن الأمراض النفسية وتوظيف الاستثمارات في الخدمات ووسائل الوقاية على حد سوى للحديث أكثر عن هذا الموضوع اسمح لي أن أرحب بضيفنا عبر الأقمار الإصطناعية الدكتور أكرم عبد العزيز وهو مدير مؤسسة الرعاية النفسية التنموية في تعز أهلا بك دكتور أكرم صباح الخير وصباح للمشاهدين الكرام شكرا على الاستضافة الكريمة حياك الله وأهلا وسهلا بك يعني موضوع الصحة النفسية والثقافة النفسية كما نعلم يعني خاصة في العالم العربي لا يوجد وعي وثقافة كبيرة بموضوع الصحة النفسية وبما أن العالم أجمع يحتفل بالعشر من أكتوبر بالصحة النفسية أنا أود في بداية هذا اللقاء التعريف بالصحة النفسية وأيضا علامات الإنسان الصحيح نفسيا أو الصحي نفسيا بداية أحبني كل العاملين في الصحة النفسية بيوم الصحة النفسية عشرة عشرة لهذا العام التي هي تحت شعار الرعاية الصحية النفسية للجميع هناك عدات تعريفات للصحة النفسية منها هي عبارة عن حالة من العافية يستطيع فيها الفرد إدراق ميكانيته الخاصة والتكيف مع حالة التوتر والعمل بشكل قيد وفعال والإسهام في المجتمع هناك عدات علامات تدل على أن الشخص سليم نفسيا منها شعور الفرد بالرضا عن الحياة شعور الفرد بالرضا عن نفسه شعور الفرد بالأمان قدرة الفرد على جمع بين النقيضين في مخيلته قدرة الفرد على التحكم بمشاعره أثناء التواصل القدرة على الإنتاج والعمل كمان أنه قدرة الشخص على الاستفادة من الخبرات نعم دكتور أكرم يعني الآن نحن نعيش وعيشنا يعني خلال العامين الماضيين في أزمة كورونا والأياما على وجه التحديد أيضا يعيش ظروف استثنائية صعبة نتحدث عن وضع أمني غير مستقر نتحدث عن ظروف اقتصادية صعبة فكيف تؤثر كل هذه الظروف والعوامل على الصحة النفسية للأفراد بالنسبة للظروف الاقتصادية والظروف البيئة والظروف الاجتماعية هي عبارة عن حلقة وصف ثلاثية كل هذه الظروف تؤثر على حياة الفرد النفسية فالإنسان الذي يعيش في فاقر مدقع وعدم توفر السبا للعيش بالإضافة أنه يعيش في بيئة حرب ونزاعات وأمراض وأوبيا بالإضافة أنه يعيش في بيئة في أسرة عدم تقبل الآخر في أسرة النزاعات في مجتمع غير متقبل الآخر كل هذه العوامل تؤدي إلى تأثير الصحة النفسية على الفرد فالإنسان لا يستطيع الإنتاج في بيئة تدور فيها النزاعات ذلك لا يحصل على لقمة العيش فالفرد كذلك لا يستطيع أن يعيش في بيئة محبطة كل هذه العوامل تؤثر على الفرد على صحته النفسية نعم بما أنك دكتور أكرم تعمل في مجال الرعاية النفسية في اليمن ويعني الوضع الآن في اليمن الوضع الاستثنائي ووضع النزاعات والظروف الصعبة التي يمر بها جميع اليمنيون ما هي ممكن أبرز الإضطرابات التي يعاني منها اليمنيون نتحدث عن الإطرابات النفسية وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن 20% أي بمقدار 20% فرد في مناطق النزاع يعانون من أحد هذه الأسباب اللي هي الاكتئاب، اللي هي القلق، اللي هي الفصام لكن بحكم أنه يعمل في مؤسسة الرعاية النفسية فمعظم الحالات التي تأتي إلينا الغالبية منهم يعاني من قلق، يعاني من الخوف، يعاني من الاكتئاب وكذلك يعاني من الفصام، وكذلك يعاني من كرب ما بعد الصدمة نعم، طيب دكتور أكرم ماذا عن الأطفال؟ يعني نحن نعلم أن الأطفال هم المتضررين والفئة الأضعف في فترات النزاعات وفترات الحروب فماذا عن الإضطرابات التي تصيب الأطفال؟ الفئة الأطفال في مجتمعنا اليمني بتوسع دائرة النزاع فهم يتضررون في غالبة الأطفال يحدث لهم صرع وغالبة الأطفال يحدث لهم اضطراب وخوف كل هذه العامة تؤدي لدهم صحتهم النفسية تظهر هذه الأعراض في التبول الإرادي للأطفال الفزاع ووقت النوم نعم، إذن ممكن هذه أبرز الاضطرابات ممكن أبرزها الخوف خاصة عند سماع دوي الانفجارات وعند مشاهدة مشاهد القتل للأسف كثير من الأطفال شاهدوا كل هذه المظاهر والمشاهد في عمر صغير يعني من نشأتهم الآن يعني كما أنا بدأت حديثي اليوم وحواري بثقافة العيب وقلة الوعي في عالمنا العربي بأهمية الصحة النفسية يعني كيف يتعامل المواطن اليمني مع هذا الموضوع مع ثقافة الصحة النفسية وفي حال إصابته بأي اضطراب نفسي هل فعليا يوجد فئة من الناس ويوجد نسبة جيدة تراجع لعلاج هذه الاضطرابات والأمراض النفسية؟ في حقيقة الأمر حسب المنظمة الأمريكية للطب النفسي 50% من المصابين بأمراض نفسية وعقلية لا يذهبون إلى العلاق النفسي خوفا من وصول اجتماعية فكمجتمع يمني يتعاملون مع المرض النفسي كأنه عيب فأغلبهم يروح إلى المشعوذ أو يروح سهل أنه يقول عين لكن لا يمكنه الذهاب إلى أقرب مركز رعاية نفسية خوفا من الوصمة الاجتماعية وخوفا على عدم حصولهم على فرص عمال والسبول العيش وخوفا كما على ما يعاني مثلا بفئات أكثر شيء متحفظين للنساء بخصوص الزواج أنها ممكن أي أنثى تعاني من أرض نفسية ممكن أنها لا تزواج خوفا من هذه ووضعهم تحت لمقصرات الاتهامات والردود القاسية نعم دكتور يعني أكيد وصمة العار هي ليست فقط باليمن بعلمنا العربي أجمع هناك وصمة تعار بخصوص الأمراض النفسية والعلاج من هذه الأمراض ولكن نحن في هذا اللقاء يعني اليوم موجودين لإذكاء الرأي العام ولإذكاء الثقافة ثقافة الصحة النفسية في اليمن وأيضا لكل من يشاهدنا في الوطن العربي ما أهمية مراجعة الطبيب المختص في حال شعر الشخص بوجود اضطراب نفسي أو مرض نفسي يعني يحتفل العالم بهذا اليوم حتى نرفع الوعي ونزيد من الوعي بخصوص الصحة النفسية فما أهمية مراجعة الطبيب واستشارته في حال شعور بإضطرابات نفسية أو حالة من عدم الاستقرار النفسي لكل من يعانون من أمراض أو أعراض نفسية بالذهاب إلى أقرب مركز رعاية نفسية أو إلى أقرب طبيب في منطقته لأخذ الاستشارة وتقييم حالته وكشف المرض مبكراً والتخلص منه مبكراً حتى لا تسوء حالته وتضاعف حالته فيكون التكلفة أكثر ليس في التكلفة المادية ولكن كمان في التكلفة بحسب صحة الفرد نفسه فتكمن أهمية ذهاب الشخص إلى طيب النفسي لتخلص من الحالة التي يعيش فيها قدرته على الإنتاج والعمال في المجتمع ودمجه تمام دكتور أكرم يعني أكيد في بروتوكول طبي للتعامل مع مختلف الإطرابات والأمراض النفسية يعني كيف تشخص حالة المريض يعني عند قدوم ممكن شخص إلى هذا المركز كيف في البداية تقومون بعملية التشخيص ومعرفة بالتحديد من ماذا يعاني هذا الشخص الكثير متوردين على مؤسسة الرعاية النفسية لطلب الحصول على الخدمة يتم المعالجة أولا بالباحث الاجتماعي بأخذ كافة بيانات المتردد على المؤسسة بحيث يكتشف وضعه الاقتصادي ووضعه البيئي الوضع الاجتماعي حيث يحال كمان إلى الأخصاء النفسي لدراسة حالته ومن ثم يحال إلى الاستشاري أو الطبيب النفسي بحسب المعلومات الصادرة من الأخصاء النفسي وبحسب المعطيات التي يتكلم بها المريض النفسي أو المرافق للطبيب فتتم تشخيص حالته ومن ثم يبدأ بصرف العلاق له إما بعض المرضى يحتاجون إلى علاق دوائي بعض المرضى يحتاجون إلى دواء معرفي سلوكي وبعض المرضى يحتاج إلى كلاهما تمام دكتور أكرم نود أن نكون إيجابيين نود أن نكون إيجابيين حدثنا عن بعض القصص التي ممكن خرجت من المؤسسة أتت للعلاج وخرجت من المؤسسة وتم دمجها في المجتمع وعاودت حياتها بشكل طبيعي هل يوجد قصص نجاح وقصص تعافي يعني تخرجت من هذه المؤسسة منذ أن تم تأسيس مؤسسة رعاة نفسية لدينا قصص نجاح كثيرة بعض الحالات تأتي إلينا أولا في حالة إن كان لسا مريض يعتون به الأهالي أو ذويهم لمؤسسة رعاة نفسية فهل تم مؤسسة رعاة نفسية باستقبالهم حاليا يوجد لدينا قسم خاص بالرقود بالنساء أغلب الحالات التي مرقدها تكون مضطربة نفسيا بشدة تتم خضوعها للعلاق والرقود بشكل مستمر داخل مؤسسة رعاة نفسية مع مارسة الأنشطة التقافية الأنشطة الترفيهية بإضافة إلى العلاق كثير من هذه الحالات تدخل في تأزم تام وتدخل بفضل الله سبحانه وتعالى بعد تناولها العلاق بشفاء تام ومن ثم تتم متابعة الحالة بالميدان ومن ثم تمكينها عن طريق منظمات أخرى أو مؤسسات أخرى بالإضافة إلى تمكين مؤسسة رعاة نفسية فيصبح الفرد قادر على اندماغه في المجتمع ومارسة حياته الطبيعية مرة أخرى بعد أن كانت أزمة نفسيا بسبب الأوضاع أو بسبب أي سبب أدى إلى الدهور حالته النفسية نعم شكرا جزيلا لك لا نقدر نذكر بوقل خصوص حالات بالإسم نعم أكيد بنت أكيد دكتور لا يمكننا ذكر حالات بالإسم حفظا لسرية المرضى أكيد هذا معروف من أساسيات البروتوكول العلاج النفسي في أكيد المؤسسات المعنية بهذا الموضوع نتمنى السلام والصحة والجميع وندعو بأن يعمل السلام والأمن في اليمن ويعود اليمن السعيد وتعود السعادة لجميع اليمنيين كل شكرا لك دكتور أكرم عبد العزيز وأنت مدير مؤسسة الرعاية النفسية التنموية في تعزي أعطيك ألف عافية ترجمة نانسي قنقر